هل تصعى الأحزاب السياسية من خلال هذه التحركات بعد اندلاع هذه الأزمة في الأيام الأخيرة استغلال ملف البصرة لتحقيق مكاسب سياسية في تركيبة أو في تشكيل الحكومة القادمة فالبدأ سيدتي التحية لك ولضيفك الكرام ولمشاهدي قناة الغد بالتأكيد اليوم البصريون يدفعون ثمن فشل الطبقة السياسية هذه الطبقة السياسية في الحقيقة التي لم تقدم ولم تفهم مفهوم الدولة ومهام الدولة لذلك مهام من أبسط أو أبجديات مهام الدولة هو توفير الخدمات والماء والكهرباء والأمن والصحة والتعليم وإلى آخره هذه الدولة حقيقة وهذه الطبقة السياسية فشلت في مشروع الدولة لذلك نحن لا نتحدث أنه تناحراته هذا كلام حقيقة الآن صار خارج التغطية وخارج الموضوع باعتبار أن اليوم هناك مشكلة كبيرة جدا في العراق هي مشكلة مشروع الدولة وليس مشكلة توفير ما أطلقت عليه الكتلة التورا وتشكيل الحكومة وإلى آخره يعني كيف خارج الموضوع؟ يعني ما يحدث فيه هناك اتهامات في هذه الأحزاب أنها تقوم بمقاولات فاسدة فيما يتعلق بموزنات هائلة جاءت إلى البصرة وهو سر ما يحدث الآن في البصرة كيف خارج الموضوع؟ هناك تناحرات سياسية فيما يتعلق بإكتساب الموطف الحادث مالي إذا تقاطعيني بهذه الطريقة عفوا أنا لا أقاطع سوف أستمع لك ولكن أريد أن أفرد إذا تقاطعيني بهذه الفكرة سيدتي إسمحي لي إذا تقاطعيني بهذه الطريقة تفضل تفضل يعني أنت تبعيني سؤال أكبر من هذا يجب أن أجيب على سؤالك يعني إسمحي لي أولا قلت أنه خارج الموضوع اليوم الشارع العراقي لا يهتم بتشكيل الكتلة الأكبر ومنه رئيس الوزراء ومنهم الوزراء وما هي الكابير الحكومية هذا ما أرتقوله في قضية أنه خارج الموضوع اليوم هناك تناحرات يعني هناك أحزاب حقيقة سيطرت على البصرة وهناك كتل سياسية حكمت البصرة 12 سنة هذه 12 عام حكمت البصرة لن تعطي للبصرة غير الفساد والدمار والخراب وبالتالي أعطت نعم يعني أنا أقول لك أن هناك منحة بريطانية أعطيت للبصرة سنة 2015 وهي 10 مليار دولار لتحلية المياه وبالتالي رست هذه المقاولة على شركة بيووتر البريطانية لأنه المنحة البريطانية اشترطت أن تكون الشركات البريطانية هي من تتكلف بإنشاء هذه المحطات وبالتالي من أفسد هذه الصفقة هم نفس الكتل السياسية اليوم الكتل السياسية التي وقفت في تقليلكم أنت ذكرت أن الكتل السياسية يتؤيد المظاهرات أي مظاهرات هي تؤيد الكتل السياسية؟ ما هي الكتل السياسية أساس الخراب؟ ما هي الحزاب السياسية أساس الخراب؟ من دمر البصرة؟ من أوصل البصرة؟ أوصل البصرة لأن هناك مشروع هذا ما ذكرت يعني لا خلاف ما بين ما ذكرته وما بين ما تذكره الآن أنا أتفق معك سيدتي أن سبب خراب البصرة هو المناكفات السياسية بين الطبقة السياسية أنفسها هذه الطبقة الفاشلة التي لم تقدم للبصرة وأنا قلت أن اليوم البصريون يدفعون ثمن فشل الطبقة السياسية هذه الطبقة حقيقة لا يمكن أن تكون مفتاح حل هي المشكلة وليست الحل يعني عندما يذهب السيد رئيس الوزراء أو تقدم الكتل السياسية تضامنها مع المتظاهرين الدماء التي سالت في البصرة يا سيدتي لم يكن لها ذنب سوى أنها انتفضت لكرامتها انتفضت لأبسط الحقوق يعني هناك مدينة تصدر 3 مليون 90% من نفط العراق اسمحي لي من نفط العراق 90% يصدر من البصرة إلا أن البصرة لا تتمتع لا بماء ولا كهرباء ولا صحة ولا تعليم ولا شوارع ولا طرق ولا أي شيء وبالتالي يجب أن نحاسب هذه الطبقة السياسية الآن القتل الذي يحصل بالبصرة هو جراء هذه المناكفات وهذا الإجرام إجرام سياسي واقعي لا يمكن حقيقة السكوت عليه سيد علاء ما أردت أن أقوله الآن مغطة الصدر خرج علينا بكلمة هذه الكلمة يدعو فيها إلى عقد جلسة للبرلمان طارئة سؤالي أو مداخلتي السابقة كانت تتعلق بكيف هؤلاء يقومون القادة السياسية أو طبق السياسية يقومون باستغلال ملف البصرة لكي يحصلوا على تشكيل أو يمرروا مشكلة تكوين الكتلة الأكبر داخل البرلمان مكاسب سياسية هذا ما كنت أشير إليه سيدتي اللعب على معاناة الناس حقيقة من أقدر أفعال السياسي لا يمكن لأي سياسي ولاي إنسان يحمل ذرة من الإنسانية أن يلعب على معاناة الناس وأن يستغل دماؤهم ويستغل معاناتهم وبالتالي كل الكتلة السياسية هي شريكة بالجريمة لا يمكن اليوم لأي كتلة سياسية بالعراق ولأي سياسي في العراق أن يتنصل ويقول أنا لست معنيا بالبصرة لا هو معني بالبصرة وما يحدث في البصرة قد يحدث في محافظة أخرى هذا التهميش للناس بهذه الطريقة بالمناسبة الشباب الذين قتلوا لربما أعطوا أخوتهم شهداء في أماكن أخرى يعني الذي حرر الموصل ترهم هؤلاء الشباب شباب البصرة وشباب العمارة وشباب الناصرية من الذي حرر الموصل من الذي حقيقة دفع داعش وبالتالي هذه يعني حقيقة أنا معرف كيف يجازى هؤلاء هل جزاء هؤلاء الشباب الذين وقفوا أمام الإرهاب وأمام داعش وقدموا دماء وقدموا تضحيات يكون جزاءهم القتل يكون جزاءهم الغازات السامة تكون جزاءهم أنه بدينة مدمرة وآمال محبطة شباب ليس لها مستقبل يعني الشباب البصرة أو البصرة يعانون بالقمع في المظاهرات القمع في الحياة والآن ربما استغلال هذا الملف في هذه المكاسب السياسية معنا القمع بالحياة هو أكبر من القمع ترجمة نانسي قنقر